اذا وصلنا الى اسأل ابراهيم احنا السعودية كانت فترة طويلة قوي كنا بنسمي ان هي توجهاتها متشددة جدا وتوجهات الشيوخ فيها توجهات متطرفة وقراء صعبة جدا وبعدين السعودية جات فجأة خدت قرار تغيير التوجه ده وان هي تبدأت يحصل تطوير تفسير حضرتك اي لعدم موجود اي مقاومة للتغيير ده وعدم موجود اي منوشات في الوقت اللي احنا دار الافتة لما بتفكر تحط ستيتس حالفيسبوك لفتوى تكون فيها مرونة شوية وغيره وتقابل بكم من الشتائم والسبو والقصف في التعليقات شديد جدا فتفسير حضرتك للسموز ترانزيشن اللي حصل او التغير السالس اللي حصل في السعودية بلا اي مقاومة ورأيك ان احنا لو فكرنا نعمل تغيير في توجهاتنا في مصر يا تارب مش هيبقى فيه مقاومة برضو ولا ايه اللي هيتم اشكرك بشدة واتمنى ترد على سؤالي انا شاكر وممتن جدا دكتورة نوها هذا السؤال المهم والمفصلي طبعا التحول في السعودية لم يأتي فجأة بل جاء بناء على صعود الامير محمد بن سلمان الى سدة الحكم وولي العاد شاب عنده افكار مختلفة عنده ثقافة متميزة عنده رغبة في تغيير توجهات مجتمع وعنده احساس بان مجتمعه نفسه وصل الى درجة من درجات الغضب من فكرة التشدد وعدم القدرة على احتمال مزيد من هذا التشدد فخد قرارات بناء على احتياج المجتمع وبتطلباته مش بس فقط على بناء على اختياراته وارادته هو الحاجة التانية ان كان في ارادة قوية جدا من قبل ومن قبل جهزة الدولة على انه يحصل هذا التحول وهذا التغيير اللي يجعل السعودية اكثر عصرية وقربة من العصر وتواصل والتساق معاها ثم انه بكل يسر الاسلام وتسامحه هم بيخرجوا عن التصور الضيق والافق المتجمد ليه فاهم معين في الدين وهو فاهم الوهابية انما بيفتحوا الازهان والصدور والعقول على افهم متعددة متغيرة متنوعة منفتحة للدين الاسلامي فا اصبح الامر في الارادة هذه الارادة القوية اللي تخلي الامير نفسه يعمل مركز لتنقية التراث يقدم الحديث النبوي بصورته الخالصة اللي هي يعني لا تعتبر للأحاديث الاحد اللي هي تتوقف عند الاحاديث اللي فيها دعوة للكراهية او فيها للقتال او للقتل بعين فاحصة متأكدة ان لا يمكن ان يكون الاسلام او نبيه الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم الى نبيا للرحمة القياسات دي كلها والاكتهادات دي كلها محتاجة هذه الارادة الصلبة والقوية والحاسمة من قبل الامير الحاجة التانية انه الجيل المتعثين في الخارج الجيل اللي رجع من السعودية من بعثاته التعليمية والسعودية شأن الدول الخليج ارسلت اعداد بالالاف من خيرة ابنائها وافضل عقولها للتعلم في الخارج سواء على المستوى الجامعي او على مستوى ما بعد الجامعة هذه العقول السعودية التي عادت الى السعودية انارتها اكتسبت من لقاءها وتعاملها ومعاملتها وتعلمها في المجتمعات الاوروبية والغربية هذه الرؤية العصرية والمفاهيم التي تستدعي القربة اكثر بالعالم وبالواقع ثم شافت مجتمع تسود الافكار والاراء اللي فيها يعني يسر وتسامح وتعايش اديان وحرية ديني كل ده خلى هذا الجيل المبتعث يلعب دور قيادي طليعي في السعودية خصوصا لما اضيفي على ده يا دكتورة نوها انه كمان تولوا مقاليد البلاد يعني هو معظم مقاليد البلاد الان في المملكة في ايد هذا الجيل الشاب ده رقم واحد السلطة لما تبقى شابة بتفرق جدا والحاجة التانية انها لما بتبقى اجيال الشابة دي بس كمقاليد الامور بتبقى فارقة جدا انها صاحبة رأي وفاهم ووجهة نظر مقتنعة بوجهة نظر اميرها ثم تملك قدرتها وسلطتها على اتخاذ القرار حاجة مهمة ايضا انه التطرف في السعودية كان قائم او التواهب الوهابية كان قائم على مؤسسات رسمية سواء مؤسسة كبار العلماء او مؤسسة المطوعين الامر بالمعروف وده يعني المنكر اذا هي في ايد الدولة من اللحظة الاولى حالة بث التطرف او التجمن او حتى الفكرة نفسها وممرستها في ايدها جهزة الدولة فالدولة لما بتغير التواجه بيه مسهل بسيط لان دي الازرع بتاعتها بتلم الازرع بتاعتها بتوقف الازرع بتاعتها بتغير وسائلها وادواتها بتغير ملتجها بتغير القيادات وبتغير التوجهات فبقى قيادة سهلة يعني مرء ليه لانه في الاخر هم دولة اللي كانوا بينفزوا اهل الاتين اللي بينفزهم يرجعوا وراء وماينفزوش ويحصل توجهات جديدة بإقدارة جديدة بتغير شكل المجتمع فكان هنا جزء من اليسر بالمناسبة فيه مقاومة طبعا في السعودية فيه مقاومة من الطيار المتطرف والطيار المتشدد لكن ويظهر على وسائل التواصل الاجتماعي زي ما بيظهر في مصر لكن لين المجتمع السعودي لمس التشدد فعلا عبر المطوعين وعبر الإجراءات الاجتماعية الصعبة جدا كانت موجودة فعفيهم أكتر حتى من المجتمع المصري قسمة التشدد وضيق أفقه ويعني وازاي انه بيجعل من يعني الحياة صعبة وكريهة طيب النقطة المهمة وهو أجيال السعودية أجيال الشابة كلها متحمسة لهذا التحول بقوة يعني انه السعودية ما كانش فيها زي ما ما في مصر اللي خوالي المسلمين كجماعة منظمة أو السلفين كجمعيات وطيار منظم ده مثلا موجود في مصر وموجود في الكويت مثلا السعودية ما فيهاش دي ما فيهاش الهيئات الحاضنة للتطرف واللي بتمارسه واللي بتحوله سياسة على طريقة تنظيم الإخوان المسلمين اللي مش موجود في السعودية وتنظيم أو مش متاح له الوجود بقى في الجماعات والجمعيات والنقابات الغزو اللي كان عمله في مصر هنا والسلفيين والغزو اللي عمله هنا في مصر لكن كمان ما أقدرش أنكر أنه فيه مفاصل في الدولة المصرية منحازة للسلفين والسلفين والخمسين سنة اللي أصروا في مصر الغزو الوهابي ده اللي بتتخلى السعودية عن وهابيتها المتشددة لسه فيه جيوب وطوابير خمسة في مصر الإخوان والسلفين وبعض مقاليد يعني أو بعض منحانيات الدولة المصرية والبنقراطية المصرية مليئة بالسلفين وكمان بعد النجاح الهائل اللي بيحصل في السعودية أصبحت مصر وكأنها القلعة الأخيرة للتشدد وللتطرف وللتسلف وبقى كمان القلعة الأخيرة للمؤسسات الدينية الرسمية أنها تلعب دور بعد سحب السجادة منها في السعودية فأصبح بقت مسألة حياة ووجود أنه أنا لو لو تمس لو خصل تجديد ديني أنا مش هلعب دور الكهنوت اللي بلعبه مش هلعب دور المؤثر والفاعل وها بشكل بلاي نفوس في المجتمع فبدفع عن وجودي مش بس بدفع عن السلافية ولا عن تسلف أو عن غلق باب الاكتهاد أو عن عن وعن ففي عوامل متدخلة وكثيرة لكن عموما يبقى أن النتيجة نجاح ساحق في السعودية وتعطل وتباطؤ شديد وممض ومؤلم في مصر نروح للأستاذ أحمد أبو سنة لو نزلنا دلوقتي وقلنا للشباب هتدفع ربين الف وخمسين الف عشان تشتغل في الحتة الفلانية أو في المصنع الفلاني هيدفع طب تي نعمل الفترة دية أن اللي هيدفع السهم مثلا بربين الف أو بخمسين الف اللي يمتلك السهم ده هو الأول أنه هو يتعين في هذا المصنع ويكون مصنع بقى كسيف العمالة ونشغل فيه الناس اللي فعلا هذا هتدفع الفلوس دي ونقول لهم ده مصنعكم والأسهم بتاعكم أرباحه هي عائدة لكم عليكم فبالتالي يشتغلوا صح خافوا على الامتاج خافوا على المصنع وفعلا هيخافوا لما يحسوا أنه ملكهم وأن العائد هيبق عليهم طب الناس ديت احنا هنجح نفتح مصنع والناس نضرب الناس الناس اللي تدفع ديت مش عشان دفعك هناخدها بقى وخلاص وهم جاهلا ما يدربوا ويخشوا المصنع أثناء بناء المصنع ويه ونعمل عدد منتاجين صح ومناس تشتغل صح ويبقى هو استفاد أنه هو يشتغل وبيلاقي مرتب أخر الشهر وآخر السنة بيلاقي عائد نتيجة الفلوس اللي هو دفعها وتبنى هذه المصنع اللي هو كسيف الأعمالة ممتاز استاذ أحمد أبو سنة كان كل المواطنين في مصر يبحثون عن حلول وعن أفكار وعندهم أفكار ورؤة واقتراحات بيقدموا البلدهم لتطورها لتقدمها لنجاحها لعبور أزمتها وزي قبل كده أشرت إلى الفكرة اللي كان المهندس الدكتور محمود عمارة بلمعية شديدة طرحها فكرة بنك الأفكار نحن بعدنا بنك كل يعني مصري يطرح أفكار فيه ويقعد ما في الجل الفارز الأفكار دي ودراستها وتقدمها ويشوف الصالح منها والبديع اللي ممكن يتنفذ وكم من أفكار نيرة وعبقرية ممكن تصدر من مواطن تتأسس وتدرس تلاقيها عاملة نقلة كبيرة جدا في حياتنا عايزة حيل يا سيد الحمد ووسنة في هذا الإطار في الإطار الثاني بقى انه الفكرة نفسها اللي طراحها فكرة هي موجود كان اسمه الاقتصاد التعاوني والملكات التعاونية دي التعاونيات يا سيد الحمد ووسنة قال يعني شكل من أشكال الملكات التعاونية ان الناس بصاحبة اسهم ويبقى شغالة في المشروع في بقى التعاونيات الزراعية وفيه التعاونيات الصراعية وفيه كتير يعني ده النوع اسمه الملكات التعاونية اللي ممكن جدا يكون او شكل من أشكاله وممكن جدا يكون ده مشروع الأهم ان الناس بدل من الشباب اللي بيعمل 65 ألف جامعهم علشان يدفعهم لسمصار هجرة يجمع منهم ويتعمل مشروع مدروس وكلهم مساهمين فيه ويبقى لهم إدارة بالشكل اللي قاله السيدة عبدالنبوس أنه دي اسمها الملكات التعاونية ده شكل من الأشكال وموجود فيه المجتمعات الشراكية وموجود في قلب المجتمعات الرئاسبالية بالمناسبة فربما تكون هذه مرة أخرى صيحة دعوة نداء الى الملكات التعاونية الى ان احنا نعمل شكل ده من الملكية ونعمل شكل ده من المشروعات وتكون جزء من فيه قطاع قاس وفيه قطاع عام وفيه قطاع تعاوني ونقدر نبدع ونقدم لبلدنا الأكثر والكثير شكركم اتقي بكم غدا بإذن الله حديث القاهرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة